السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله نشارك معكم فلو سهل جدا صحي وطبيعي مئة في المئة بفاكهة الكاكي صراحة كي يجلد بزاف اضغية كي يوجد ما ياخدش لينا بزاف ديال الوقت والمقادير ديالو بسيطة جدا كيف العادة كم عودكم غادي نقول لكم نتمنى الوصفتنا الاعجاب ديالكم والفيديو اعجبكم نخليكم مع المقدير وطريقات التحضير وفرجة ممتعة بنسبة المكونات غادي نحتاج نصف لتر ديال الحليل جوج ديال الكاكيات بالنسبة للكاكي من احسن نستعمله النوع لي كيكون طايب ماشي قاسح وبالنسبة للسكار كيبقى على حسب الدوق ديالكم انا هنا استعملت لتدمع الكبار ولكن ما عامرينش بزاف بالنسبة لطريقة التحضير عندي هنا الكأس او الخلاط الكهربائي غادي ناخد الكاكي وغادي نقسموها كعلى جوج او تقدرو تقشروه اللي بغيتو غادي ناخد واحد المعلقة وغادي نحيد له القشرة ديالها بهالطريقة هادي او تقدرو تقشروه كما بغيتو كما قلت لكم هاد الفلو كيجيل ديد وزوين بزاف وبطبيعة الحال الكاكي خسو يكون طيب مزيان الا كان عندكم قاسح ما طيبش ديرو في واحد الميكا ونديرو معاه واحد دفاحة وستدو عليه وغادي يطيب في الساعة كي يطيب وكيوجد هانتو ما كيما كتشوفو الكاكي خسو يكون طيب باش تنجح معانا الوصفة انا هنا اخديت الحبة الثانية ديال فاكهة الكاكي غادي ندير ليها نفس الطريقة بحل اولى غير هكا غيب المعلقة وكنحيد له القشرة ديالو صفي هنا من بعد ما كملت غادي نضيف عليه السكار كيما قلت لكم السكار كيبقى على حسب الدوق وغادي نزيد عليه كذلك نسب لوتر ديال حالي صفي هنا غادي نتحنو مزيان غادي نخلي المكونات حتى تتحن مزيان هانتو ما كيما كتشوفو هنا يا من بعد ما خلطو مزيان صفي هنا من بعد ما تتحنت المكونات مزيان غادي ناخد واحد صفايا وغادي نصفي هاد المرحلة اختيارية وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نصفي الخاليد كامل موسيقى صفي هنا من بعد ما صفيت الخالد ديالي كامل هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا معايا خضيت هنا يا انا زليفات وقد نفرغ فيهم الخالد تقدروا هكا زليفات او كوس او اي مول عندكم يكون كبير كحجم عائلي او هكا فرديين غادي نستمر هكا حتى نكمل الخالد ديالي صفي هنا من بعد ما كملت الخالد ديالي غادي نغلف زليفات ديالي بالفيلم المنتيق او بالبلاستيك الغدائي وغادي ندخلو لتلاجة ما بينجوز سوى يحتر بعض ديال السوية راه ضغياء كيوجد ونطلقوا ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الفلو هانتوما كما كتشوفوا هدا هو الشكل النهائي ديال الفلو من بعد ما خليتو فتلاجة ربعض ديال السوية هانتوما كما كتشوفوا كيجمد تماما وهنا يا بنسبة لتزين كيبقى اختياري تزينوه كما بغيتو وانتوما اللي بغيتو تقدرو تزينوه او تخليوها كا بدون اي اضافات تخليوها كا طبيعي هانتوما كيفاش كيجي القوام ديالو كيجي جامد بزاف كما كتلاحظوا معايا انتمنى الوصفتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله صراحة كيجي لديد بزاف وزوي كما العادة انتمنى الوصفتنا الاعجاب ديالكم والفيديو يعجبكم ما تبخلوش علي بلايك ديالكم لكي شجعوني وبتعليقات ديالكم وتشاركو الفيديو مع احبابكم وصحبكم اذا كنتم اول مرة كتزوروا قناتي واعجبكم المحتوى ديالين اتمنى ملكم الاشتراك في القناة وتفعيل زل الجرس لكي تتواصلوا بكل جديد فضلا منكم وليس امرا وصلنا النهاية الفيديو نتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة اشتركوا في القناة